موسيقى ورجعنا لكم الفاصل ومشرفني ومنبورني بقى في شارع النهار النهاردة يعني هي فنانة قديرة وقيمة فنية كبيرة جدا جدا وكانت بدايتها مع مجيب الرحاني يعني أنا عندي كلام كتير جدا نقوله في المقدمة بس حابب أن أنا أرحب بالفنانة القديرة والكبيرة الفنانة رجاء حسين إزاي حضرتك فنانة إزايك إنت كل سنة وإنت طي كل سنة وحضرتك طي أخبرك إنت إيه أنا زي الفل يا صباح النهار صباحك سكر زيادة يا صباح الفل صباحك سكر زيادة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله زي حضرتك الحمد لله مشرفاني ومنوراني في شارع النهار أنا بقى قررت إن أنا النهاردة أستطيف حضرتك علشان خاطر أعرف الناس أو أعرف الشارع المصري كله بحضرتك بالفنانة رجاء حسين الأم والجدة والإنسانة والزوجة إحنا بنشوف حضرتك دايما في الأعمال الفنية وبنشوفك دا وأنا طبعا فاكر كويس جدا جدا أنا شخصيا المال والبنون وكنت رهيبة يعني تحفة حاجة كده والله العظيم والله بجد أنا مش بمس يعني مش بأفور لأن أنا كنت فاكر إن أنا بقعد أتفرج أنا ومامتي وبابايا وجدتي وكنت يعني كنت بحبك جدا يعني جدا كنت لا أستطيعي مسلا لس 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 دا حسب عسير لا أستطيعي لس بس يعني أنا يعني وإحنا بنحضر للفقرة دي فحضرتك يعني أول اسم جيتي في بالنا كنت عايزة أعرف يعني رجاء حسين الزوجة والإنسانة بتعمل إيه يعني بتعملي إيه في حياتك بدأتي إزاي كل حاجة احكي لنا كده مشوارك بدأ إزاي أنت عارف طبعا يعني أنا شخصيا ما عنديش حد في عيلتي لا فنان ولا مطرب ولا 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 لكن هي المدرسة أي يعني أنت عارف قسم التمثيل والآخر والحاجات دي كلها وأنا شخصيا ما كنتش فيه أنا كنت في طنطة سنوية للبنات أي وبعدين فيه يوم روحة على بيتنا فلاقيت المدرق بتاع الإحية فيه حاجات كده يا شغال أي ففتحت الباب بإيدي ودخلت قعدت على بنيش في الآخر كده وقعدت فلاقيت راجل واقف والبنات زميل بيقول لها روحي شمال لأ تعالي مين قولي كده لأ أعملي كده استهوتني الحكاية دي فقعدت قعدت تفرقت فترة طويلة وخدت بعضي وروح هل كنت علق بالشبشب من أمي لما بنلي صحاب ليه بقى أنا كنت فين لا ما انت عارف انت عارف الأهالي زمان بزي أهالي من فترة بزي الأهالي دلوقتي الأهالي زمان كان عندهم عادات تقاليد موعيد تخرج تروحي من المدرسة ترجعي على البيت ما تزوريش صحبتك ما عاد تروحيش تذكر عند حد كان فيه عدة أشياء على أيامي أنا عندي 80 سنة عشان تبقى إيه عارف أنا بكلمك إزاي ربنا يديك الصحة يا رب الله يخل ربنا يديك الصحة ربنا خليك أنا وإنت يا رب والمشاهدين يا رب إن شاء الله يا رب فطبعا كانت المسائل دي مهمة جدا عندنا وبالرغم من ده كله رحت تاني يوم وقعدت تتفرق تاني تاني مع أنك كنت لسه مضروبا بارح مضروبا علقاء مش عارفة وصفالك أيو أنا أمي كانت أمي لا تقرأ ولا تتوب ومع ذلك كانت تقرأ من عينيك أنت بتعمل إيه وعايز إيه فكانت فضي أنا كنت صديقة لأبويا جدا أيو لكن ماما كنت بعمل لها ألف حساب بحبها حب العالم لكن في حاجات معينة أقف عندها وفكر أكتر من مرة على قد تفكير اللي كان قد كده أيو إنما ما أقدرش يعني أتنبع بما سيحدث فيما بعد فكانت صعب تفرقت مرة واثنين وثلاثة عشان ما طويلش عليك وبعدين إيه بصت لقيتهم إيه دخلت في يوم لقيت برضو الهرج والمرج بس المرة دي في وجوم فيه إيه يا جماعة يعني فضول الفضول لأول مرة بقى بعرف البنت اللي بتعمل دور سندريلا وقعت على رجلها فرجلها تجزعت فالدكتور قال 15 يوم ما تتحركش وخلاص الحفلتين كانوا بيعملوا حفلتين حفلة للطالبات وحفلة للأهالي والأسادزة تاني يوم حضرتين بريت كده وقلت للفندي اللي وقف أنا معرفش كده معرفش اسمه وصفي ولا اسمه إيه خلاص بقولك كلام ده كان عندي 16 سنة أنا دلوقتي بتكلمون عندي 80 سنة فقلت له أنا حفظة دور فالراجل بتصلي قوي كده قلت له أيوة أنا حفظة دور قالت بتاعي طب كنت حفظة منين يا مدام رجاء من البداية فيه مثل بيقولك القارئ كالحالب والسامع كالشارب فانت كنت زمان لشاه المسئولية ولا بتفكر في السياسة ولا بتفكر في حتأكل العيال إيه ولا حتلبسهم إيه ولا حتعمل انت تجيب فلوس منين انت كنت عايش في وسط قالك معزز مكرم جميل ده رايد يقدر يستوعب كل شيء يبقى لقدامه والطفل بتبعته بيلقط بيلقط بيقلد صح انت قادر تفهمني دي تلك الأشياء اللي بقولك عليها دي عرفتها فيما بعد مش أياميها أياميها لا أنا بقول لحضرتك يعني المحصل الله حصل الخلاصة المهم إن أنا عملته تدوره بش عارفة إيه وأول يوم والطالبات وتاني يوم بقى شور عليها وتاني يوم جات العائلات وبتاع طب وشيبش بأخباره إيه لا خلاص بقى ما أنا تكتمت كل هذا أنا كنت قاعدة بذاكر وكنت باخد درس وحواديت بتاعة العيال دي ما قلتيش يعني لغاية يوم الحفلة عشان يجوا يتفرجوا علي فيها أيوة فكرك التمثيل استهواني في شيء ما لا معقولة حاجة واحدة تسئيف الجبهور تسئيف هو الاستهواني ومن هنا قررت أن أكون رجاء حسين الممثلة معقولة أقسم بربي أنا ست صدقة إلى درجة لن تتخيلها ومش عايزة من حد حاجة أنا بقولك على مسيرة الفنية إزاي أبوي يا رجل موظف كل ما يتنقل البلد بيدلوه علاوة وزارة المالية فاتنقل بابا من طنطة أنا كنت في طنطة منين في طنطة؟ لا بش منين أنا مش تنطوية أساسا ده أبوي أتنقل يعني مثلا رحت المطرية يعني رحت سهاج أنا بش من هناك أنا أبوي أصلا من شبين الكون من شبين الكون وهو أمي تركيا أبن عن جد فكانت شديدة إلى درجة لن تتخيلها علشان كده العرق التركي أيوا فيه حازم كده ولذلك يقولك رجع حسين عصبية لا دي مش عصبية هو نيرف حازم نيرف عالي أيوا نيرف عالي أيوا ويمكن ده كمان اتربى فيه فيما بعد هقولك يعني يا رب فتكره فالمهم إن أنا بابا في الفيوم وإحنا في طنطة فقلت أروح مصر أشوف إيه الحكاية تساق ما عرفش حكاية معد العل في نور المصرحية دي أه أروح مصر عشان أمثل وهو وهو لأخو فجيت لخالي هنا قلت له عايزة شقة دورت على شقة جبت شقة في جبرة نقلت إخواتي كله أنا كبيرة لعلمك كان سنة كم سنة بقى مادم رجاء 16-17 سنة 16-17 سنة ونقلت أربع إخوات أربع إيه إحنا أربع بنات ولدين بس أنا كبيرة واللي بعدي بنت واللي بعدي ولد ولد بنت بنت آه فأنا كبيرة نقلت بقى كله نقلتهم من المدارس ونقلت نفسي روحت شبرة سنوية للبنات أيوة ونقلت إخواتي كلهم في المدارس هنا طب وأقنعتي مامتك وباباكي إزاي لا أنا قلت له عشان المشوار بتاع بابا أيوة عشان يجينا وبعدت لابويا جواب وقلت له أنا في شبرة في العنوان الفلاني وأنا جيت قريبة منك لأنه كان بيجينا خميس بجومة أيوة يعني ده المهم بنت من شبرة سنوية للبنات اسمها وداد ربنا أكرمها لو كانت موجودة قالت لي أنا خلت بتتجاوز وعزمكوا على الفرح وأنها بيتيجي علشان خطر تعمل الفرح فأزنت من أمي وروحنا الفرح وقلت له ده فرح وربنا يخليك والحركات البلدي دي وعيطه وحاجات كده المهم روحت هناك كان موجود مين بقى فرقة ساعة لقلبك يوسف عوف وشيلا كده ما كنتش عارف اسمائه ما عارف يوسف عوف أيوة النبي تغاني لعلمك أنا اسمي مركب أنا اسمي عايشة 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 عيني شين هي رجاء عايشة 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 أخت اسمها فاطمة عيسمة أخويا اسمه اسماعيل حمدي التاني محمد حاتم تقدر تفهم التركيبة دي إيه ده ونبي عايشة أه ما كانت الأسامي بلاش كان كل حد بيعمل اسمه مركب كان كل حد بيعمل اسمي المهم أنه أنا أما ده عادت في الفرح ونبي عايشة تغني ونبي عايشة تغني ونبي عايشة فقال يا دي بليت الخطوبة وبن كل الحاجات اللي احنا عملناها كده يوسف فاف مسكني وقال لي ما تروح يركن الهواء في الإزاعة قلت له أنا قال لي أوه الله صدق حلم آه يعني كان بين عليك إنك موهوبة لا هو أنا طول عمر الشائية وانا وتنكفي كده هناك يعني زي ما دخلت كده قلت لكم مش عارف وحكيت كده بس على قلبنا زي العسل وعلى قلبي أنا كمان زي العسل المهم إن أنا قال لي طولفين وبتاع قال لي تعالي وديك الإزاعة و ركن الهواء كان اسمه أحمد طاهر رحمة الله يا علي فروحت برضه وغنيت يا دبلة الخطوبة وحاجات زي كده وفعلا قبلوني فيه وحيجبولي حد يتمرنك وجبولي فعلا راجل كده حفضني أغنية كان معي محمد العزبي رحمة الله عليه كمان طلع معي من ركن الهواء تفتكري أغنية كتبتقول إيه إيه تفتكري الأغنية كتبتقول إيه لأ طبعا مش فاكرة مش فاكرة كان اسمه يوسف شوئي رحمة الله عليه بعود كده حفضني أغنية وقلتها الناس ما سمعتهاش كانوا بيزعوها الصبح الساعة 4-5 والناس نايمة أصلا وأهضى الله زي ما بقولك أنت حاجات غريب فابويا لما سبقى كده لإيه شغل العوالم ده أصلا لأ خلاص بس أيام ما كنت بروح لحمد طهر قابلني واحد اسمه أنور محمد أيوة دمه كان خفيف قوي كان في المسرح الحر بيقابلوك إزاي مدام رجائي يعني خلاص قلنا الأولين فهر هو عنده برنامج آه أوكي فهر عنده برنامج رايح يمثله آه أوكي فهم بيمثله في الإزاعة والتلفزيون كان لسه آه لسه في الأول خالص كده أه أحب نتكلم في الأول آه بكلمك في الخمسينات يا راجل أيوة يعني مش معقول أيوة التلفزيون ستنات أيوة فلاقيت هناك بيمثل فهو أنا قاعدة بقول أنا بيش عايزة ألغون ده ولا للقرب ده أنا عايزة أمثله وبتاع قال لي إتا ما روحتش معد العلي في المومة مصرحية ليه أوكي ده أنور محمد رحمة الله علي هو ده السبب هو اللي حفظني القطعتين اللي بقولهم وروحت المعهد في المعهد وامتحنت ونجحت ولما نجحت هاخش كلية الحقوق السنوية العامة أيوة خدت الورق بتاعي وروح المعهد كان من خمسة لثمانية كان من الساعة خمسة لثمانية فكنت أما كل يوم أروح المعهد أمي تقول لي يوو أنت ما عندكش محاضرات بالنهار أقول لها لا لأن المعهد من خمسة لثمانية أعدت سنة وهم على أساس إن أنا كلية حقوق وأنا في المعهد العلفي مصرحي طامت الكبرى فاخر السنة بقى طبعا عمل إيه هيا عملت إيه بقى أعمل إيه ليه يا عم نغنوش كده ودليل رحمة الله ده اللي بتتدلعي عليه بقى وقاعد في البلد وبتاعها عارف العرايز اللي بيقعدوا على في المحاكم ويجيبوا عريزة كده ويقعدوا ويكتبوا عريزة عشان أنا بشتكك فروحت كاتب العم كل الحاجات دي في جوين وبعتها له وفي يوم من الأيام لقيت جرس الباب بيدرب ورجلي بتخبط الباب فتاحنا الباب لقيت عمي محمود آه قالوا جرع ايه يا أخي اسمها رجاء حسين يبقى اسمها رجاء محمود خرج أبويا جرية من قطو قالوا في ايه محمود في ايه محمود قالوا ايه اللي في ايه يا أخي قالوا كنت عتا عيه محمود أبويا كان هادي كده وراسي ورزيل آه ولما تقوله على موضوع ياخده منك وما يكلمكش في وقتها اطلاقا يشتري ويهدى 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 وبعدين يبدأ يقولك انت كنت كلمتني في الموضوع الفلاني كنت قلت ايه عشان يعرف انت قلت ايه في الأول وبتقول ايه في الآخر ويبدأ ينقشك في المواضيع حلوتي فأنا واخدة منه ده فدخل مع القوضة وقال له كذا 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 الستة ومية رحمة الله عليها جاي بلي صامية وفيها كوبايتين شاي وتقول لي دخل الشاي انا ملقتيش اللي انا منت عندك عيال كتير لا انا اللي حخش ادخل فخدت الصامية ودخلت عارف زي الأفلام اللي بتتهزدي فيه دك طب بتترعيش تترعيش دك واس انها كانت جوباية ما كانش في الجهان كانت تتقلق بتعلق خلفوه طب ليه ليه كنت تقلقانا خايفة من أبويا أبويا ما عارفش آه مش عارفة الحوار اللي بيدور جوا لا خالص أنا بس أول ما دخلت قلت قلت لأبويا ما قلتش لومي أنا أقول لي لأبويا الواد موعدني وعايز أروح أقبل ما قدرش أقول لي لومي مش حنزل بالبيت حنزل متقطعة متخرطة بسكينة وسكينة تلمع عشان حيث لكن أبويا هيقول لي آه وفعلا قال لي للمعاد فين قلت له في المكان الفلانجي الساعة كام قلت له الساعة ستة ستة ونص لقيت أبويا على دماغي بس مدام الرجاء دي حاجة حلوة قوي علشان خاطر يبقى فيه في البيت زي ما بيقولوا كده اللي بيدرب ويلاقي ما يبقوش اللي اتنين الأب والأم سايبين لأ أبويا كان عائل قوي وما يبقوش اللي اتنين ماما ما تلاقيش أبدا رحمة الله عليها يا ريتها قعدت وتضربني بالجزمة القديمة مش كلا لا 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 أنا 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 بقولك يعني على الحكاية يعني هي الحدوتة رهيبة جدا جدا بس ايه أنا دلوقتي بقولي أنها كومي دي إنما ساعتها كانت منين المهم قعدت باع عمي ومع أبويا ما صارش برا المسرح اللي أنا بشتغل فيه أو المعهد لغاية ما شوف لي حدوتة تلمني هروح فين هعمل معرفش إيه ما صاحبش حد ما روحش بتحد محدش يجيني ما فيش لبس كده ما فيش لبس كده كان على أيامينا طبعا اللبس ده ولذلك تلاقييني من أول مبادع التلفزيون واشتغلتي فيه لغاية اللحظة دي عمري لكده ولا كده ولا كده يعني ده أقصاها آه ده اللي أنت بتعود عليه من ساعة ما بدأت خلاص عكس خوات البنات كانوا بيلبسوا فوق الرقبة وتحت الرقبة وكانوا بيلبسوا العريان وكانوا بيلبسوا الشابونيز والحاجات دي أنا لا 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 حتى الآن القواعد اللي اتخطت لحضرتك اللي اتخطت اللي اتخطت اللي اتخطت وانت عندك 80 سنة هو أنا استسغتها أو ألم ما قصة انت عندك عداد معينة ألفتي العداد دي ما تقدرش تتغير طالما هنها ترصبت في نفسيتك من جوه وانت مقتنع من اللي انت بتعمله اوه عا حد حيقدر يشيلها من دماغك كي ما حدش يشيلها من دماغك اطلاقا أوكي فدي كانت البداية بقى في المعهد شائية الأستاذ اللي بيدرسوني هم عضاء المسرح القومي نبي للألف على حمد غيس على نور الدمرداش على فتوح نشاطي يعني هم هم الأستاذ اللي عندي في المعهد هم الأستاذ بقى عكس بقى علي فهمي رحمة الله علي مين كان دفعت حضرتك طايت مين كان دفعت حضرتك عزة العليلي عبد الرحمن أبو زهرة رحمة الله علي أحمد توفيق المخرج عبد السلام محمد رحمة الله عليه مصطفى الشريف عيدة عبد العزيز احنا كنا بنتين وخمستاشر ولد واتباع من 32 مشهد في أي سنة من السنين كلهم بقى البيت الصغيرة والودي الحبوب الكركوب أيوه يعني بالطريقة دي كانت كده طب احكيلي حضرتك يا مدام رجاء عن أول مرة تقف فيها قدام كاميرا وتمثلي قدام كاميرا؟ اه احساسك ما 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 خفتش خالص جريئة حضرتك جريئة لا ما خفتش أنا كنت خايفة إن أنا ما بقاش موسيلي كويسة لأن المسرح جرقني وأنا في المعهد كان المسرح بيجبنا يدينا الأدوار الكمبارس المتكلمين الكلمتين الأربع كلمات الدور اللي مثلا ليك مشهدين وفي البروف عشر ساغ وفي العرض عشرين قرش كشك جنب صفية حلمي بتاع عم اسماعيل في المجامعة كلها بتاعت جميع الكتاب فكت أروح لعم اسماعيل أقول له أنا عايزة مجموعة نجيب محفوظ فيدهاني وكل ما حشتغل حد ديك عشر ساغ وعهد الله الثقافة كده مش أهل اللي صرفوا علي وكان سوري الأسباكية ده مليان كتب كان كتاب بقرشين ساغ وبتلاثة ساغ وانتوا شايفين ثقافة ده انتوا جيلي تصعبوا على الكافر لا عندكو ثقافة ولا عندكو إراية ولا عندكو بس عندنا انترنت بندخل من عليه كل شوية عندنا تليفون كل شوية بندخل من عليه ده انصبها سودا ده هي دي التكنولوجيا اللي وديتكو في ده ده هي دي اللي وقفت لكو ده ده لازم يشتغل ده لازم يشتغل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ويفكر واقرأ اقرأ اقرأ مفيش قراءة ده أول صورة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ قال له ما انا بيقارئ قال له اقرأ قال له ما انا بيقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم حفظ الآية طبعا بس مش الشيخ اللي أعدى قدامك انت واخد بلد فالقراءة لابد أن تكون ملما بكل ما يحدث من حولك من جميع بلدان العالم من البلد اللي انت عايش فيه من جميع القطاعات اللي فيها لازم تفهم كده انت عارف انه ثقافة شوبرى غير ثقافة سيدة زنب سيدة زنب لها عادته تقاليد معينة تقول اهلا بتكلمك وبش عارفة ايه وبتاع وش باتتو كنا بيحبيبي عماش خطري يعني غير الجمالية غير معرفش ايه غير السيدة نفيسة كل منطقة ولها ثقافتة لما تلمي الثقافات دي كلها على قلب بعضها ابقى انسان مكتمل ومطلع عمر ما فيه انسان مكتمل ما كامل الا الله والرسول عليه الصلاة والسلام اطلاقا لكن بتبقى فيه حاجات مترسبة جواك لما بيجي لك شخصية من الشخصيات دي عشان تعمل البصمة انا ما بقولش انا نجمة ولا فهم معنى كلمة نجمة ياريت حد يفهمني يعني ايه نجمة يعني ايه بقى نجمة انا اعرف النجمة اللي في السماء انما نجمة الارض ديت واعرفهاش خالص ما بقولش على حد نجوم شوف صراحتي قد ايه انما لما تلم كل المواضيع ديت ويجي لك دور وتبدأ تقرأ وانت قاري ومتسقط ودماغك في التمثيل ولازم ابقى حط نقطة وبدأت العسلم لو وصلت للنقطة دي يبقى انت حققت ذاتك حتى لو كانت في عشر دور حتى لو ركبت اصنصير انا بطلع الدور الاول التاني التالت الرابع الى العاشر على رجلي عسلم الاسنصير بيعمل كده بس الاسنصير بيطلع كده وبعدين لكن انا كل ما طلع سلمة بتثبت اكيد وبتطلع اللي فوق ريحت على نباسة صح عدت على ايه عملتك ده مهم جدا في حياة الانسان عشان تبدأ بنشق كويس يعني لازم يبقى ملمة بكل تلك الاشياء لازم تبقى ملمة بكل حاجة اقرأ كثيرا اسمع ارائي الاخرين ناقش مش عيب ان انا معرفش معنى كلمة ما اقولكش يعني ايه يعني ايه حتى في سنة ده ما اقدرش اتعرفتي على زوك حضرتك منين الفنان اقولي للناس يعني ما بحبش اتكلم في حياة الشخصية لا بس هتتكلمي معانا هتقولي لنا بقى لكن 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 هقولها لك ايه وعمري ما قلتها الفنان سمير عبد الرحمن بس هقولها كان عندنا رواية في المصر انا بقى وانا طالبة طول بالك بس قبل منها وانا طالبة طب نعرف الناس بيه الاول نعرف الناس بزوك حضرتك الفنان سيف عبد الرحمن بالزبط صح اه بالزبط ايه وانا طالبة في المهد مشاغبة ايه ويباتحكوا بهزروا بتاع فكانت الاساتزة بتاخدني من المهد اعمل ادوار فكان فيه رواية نعمان عشور رحمة الله علي كان كاتب الناس اللي فوق والناس اللي تحت ايه الناس اللي تحت كانت بتعملها مصرح الحر والناس اللي فوق كان بيعملها مين المصرح القوم ففيه دور بنت اخت سناء جميل وبتروح لها يا مجوزة باشا اه والبنت بتروح لها تقعد معاها شوية وتعم ففيه يوم دخلها المصرح فلاقيت سناء جميل قاعدة وانا وعبد الرحمة بظهرها وعبد السلام زماي البعضين بقاعدين في حتة فقالتلي رجاء تعالي فرحت له قلتلي سلمي على سيف قلتلي سيفني قالتلي البطل بتاعي احنا بنعمل فيلم اسمه فجر يوم جديد سلمت على سيف واسبتهم وروحت قعدت هناك تاني يوم جه المصرح انا عندي فصل ملياش فيه انا عندي فصل ملياش فيه جه في الفصل اللي ملياش فيه وخدني وقعدنا برا ايو انت اسمك ايه ابوكي بشتغل ايه انت بتبيعي ايه انت بتعملي ايه ده كان الحوار ومن هنا بقى الحب من اول مصر ومن هنا ومن هنا ما كانش في دماغي واقولك على حاجة من اخطر ما يمكن ها ابو ام جوم يوم لتنين يوم الجمعة كنت بتجوز مش بتخطب مش كنت بقى امي عنديش بيتها تتخطب طب وحضرتك كان عادي كده ايه كان عادي يعني مين حضرتك كان عادي تتجوزي ولا كان فيه اعجاب في الاول اكيد كنت معجابة بيه اكيد بس انا عايز اقولك على حاجة الاعجاب مش كافي الحب مش كافي طب ايه بقى نصيحة خضرتك المعاشرة والمصرحة انا عيوبي كذا وكذا وكذا انا ما بتزوّقش لما روح اقابله انا ما بلبسلوش مش عارفة ايه جز ما كوتش شيفش في رجلي بتاع اه هو انا كده الانسان على طبيعته اه ان كان عاجبك وبعدين بحكي بصدق شديد للغاية بشكل غير طبيعي اه نتجوز نتجوز بس يا ابني الناس احنا مش واخدين بعض نعزب بعض اول ما نحس بكذا انت في حتة وانا في حتة على طول كده وش من الاول من ال هي كده احنا مش واخدين بعض نعزب بعض احنا واخدين بعض الحب ده حي يجي فيما بعد بجد يا رجال الحب الشنيع الحب اللي الناس اصر له انا انا لا انا لا انا سخيفة جدا انا قلت الادف جدا لا خالص والله العظيم بالعكس ده خضرتك بتقولي حقائق حقائق لان فيه فعلا الناس لان انا حبيت في الاول قلت لك وقلت لابويا وده كان الحب الاول والاخير ولا احيد عنه طب وليه كان ليه كان حب مش ماكملش ليه ماكملش ليه الحب ماكملش ليه كان الاخير لا دي حدوت اقولها قصايد بني وبينك لان دخل فيها حد لا خلاص لا معلش لا مش كل حاجة خلاص لا بقولك ايه طب انا عايز اسأل سؤال ايه ايه اللي خلت جواز مع الفنان سيف عبد الرحمن يكمل طيب المصارحة الايه المصارحة الصدق طبعا هو ده اللي خليه يكمل ده طبعا وانا عشت معه وخمسين سنة ما شاء الله انا عشت معه واحد وخمسين سنة عندي امل منه وكريم رحمة الله عليه العقيد كريم ربنا يا الحمد توفاه الله ربنا يا الحمد الحمد لله شهيد يعني يعني انا بكلم عنديش غير ابنت منه وولد في الواحد وخمسين سنة بشكل غير طبيعي وأنا عادت في الأول عادت حوالي خمس ست سنين الحملة معرفوش المسرح كان واخدني بشكل غير طبيعي كل يوم على خشفة المسرح كل يوم وده كان إلى أن قال لي لا كده أمي بهدلاني يعني هو فيه إيه ولما جبتها بنت في الأول برضو سمعتلي كلمتين في جنابي قالوا لي قالت له جرايا سيف احنا عالتنا بتجيب رجالة يعني أعمل إيه وتلاخد أرجحها يعني أنا بكلمك بجد والله أنا ست سطخة أنا بقولك أسرار من حياتي ما يصحش تقال لا وبيصحش ليه ده الناس كلها تبقى عايزة تعرف الحاجات دي يعني لا الناس ملايش دعوة بيا إلا غير أننا ممثلة رجع حسين الممثلة رجع حسين جيدة أو رجع حسين سيئة إنما تعرف حياة الشخصية والدخلياتي أنا برفضة تمام أنا بس علشان خاطر باحترم حضرتك أنا احترمت رأيك وقلتلك ربنا يخليك بس عايزة أقولك على حاجة مدام رجع الحاجات اللي حاريك بتقوليها دي حاجات مهمة جدا حضرتك النهاردة بتقولي مش هتلاقيها النهاردة أنا بقولك على شان كده بقول لحضرتك إن هي حاجات مهمة بقول لحضرتك إن حضرتك بتقولي إن في الجيل بتاعك كان فيه اطلاع وكان فيه قراءة الجيل بتاعنا ما فيهوش قراءة حاجة بتقولي الجيل بتاعك كان فيه عادات وتقاليد لا تحيد عنها لا تحيد عنها وفيه قواعد خضرتك استصغتيها يعني لا أقعد أحكي لك أقولك مثلا ستة تطلع الأوتوبيس أي شابة وأي راجل حتى بالشاب يشوف الستة طلعت كان بيقوم يقفلها ويقعد نهاردة أشوف اللي بيحصل لفترة وجيزة جدا كنا ناس معقولين وفجأة وبلا مقدمات ما إنا ناس لا أخلاق ولا أدب ولا احترام الصغير الكبير ولا أي حاجة ولا عادات ولا تقاليد ولا ولا أنا ممكن أحس إن فيه عائل بيشرب تجارة قدام أبوك ده كارثة طب هسألك سؤالي يا مدام الرجاء إيه الحاجة اللي تعلمتيها من والدك ووالدتك يعني أصريتي إنك لازم تعلميها لولادك يا نفس التربية اللي أنا تربتها نفس التربية اللي ربتها الإبن وبنتي وما زالوا والأحفادي وما زالوا لغاية النهاردة لعندي بنتين حافتين واحدة خريجة كلية الأداب قسم فرنساوي وعندي إيمان ونور كلية التجارة كلية التجارة عن شمس فرنساوي أيوة والإتنين لا بيروحوا عند حد ولا بيخرجوا مع حد ولا بينزروا لوحدهم ولا بننزل ونروح النادي ونروح معرفش إيه وبتاع إزاي عرفتي إزاي عرفتي إزاي عرفتي يعني ترسخي الأخلاق دي فيه الفاس كان بياخدها يوديهم المرد دي ويجبهم للساعة كذا أيوة خلاص خلاص في الأجازات أنا باخدهم وبطلع بيهم في أي حتة خلاص برغم إن أنا موسلة وبعدين بتبقى عندي رواية على خشبة المسرح وولادة يعزين يشوفوها آخر يوم في العرب أخد ابني وبنتي وخليهم يتفرجوا على المسرح عشان ما يقوليش أجيب صحبي واجيلك أيوة عشان ما تقوليش أجيب صحبتك أجيب صحبتي واجيلك آخر يوم في العرب برغم إن أبوهم بيمثل برغم إن أموهم بتمثل ولا عندي بنتي ولا عندي ابني رحمة الله علي ابني كان زابط في الجيش عقد أركان حرب زي الفل الحمد لله ألف رحمة تنزل عليك ربنا يا رحمة يا رب يعني لا 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 وعندي أولاد ابني في أولاد كريم كان في المدرسة الألمانية هنا وما عجبت ناش ومدينهم ألماني ومدخلها ومدخلية هناك وبيدرسوا وبيجوني كل سنة مامتهم بتروح لهم وبتجلوا مبتع طب مادام رجاء ايه أكتر حاجة حساها يعني مش موجودة في جيل حضرتك ودلوقتي يعني أكتر حاجة بتقولي لا 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 وجهة للمقارنة ابعد عن المقارنة بس أكيد في حاجة حلوة لا وجهة للمقارنة أكيد في حاجة كويسة شتانة ما بين السماء والأرض مفيش مقارنة بس طب إيه اللي بيعجبك دلوقتي يعني إيه بتشوفيه بتقولي ده لو كان موجود على أيامي كانت في حاجات كتيرة فرق لا إطلاقا معقولها ما ده برجاء إطلاقا نفر على طول الخط أنتو جيل مظلوم أنتو جيل مظلوم واللي ظلامكو أنتو مش إحنا يعني إحنا وأهليكو أنا 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 مش بقول أنتو لوحدكو أو هذا من فراغ لا وأهليكو لأن أهليكو سابوا ده تدت النوادي تدت الست تنزل تشتغل مع احترام الشديد أنا معديش مانع وأنا سعيدة جدا بأن الست بتشتغل لكن كانت بترجع البيت ما فيش المراقبة اللي كانت علينا ما فيش ما فيش قعد ذاكر شفت إيه عملت إيه النهاردة ومين قبلك مين كلمك كل ده الحوار الأسري انتهى من البيت لأن كل واحد بيجي ده بيجي من الجامعة يفتح التلاجة ويأكل صندوتش ده كان صندوتش من بره ده بش عارفة كان إيه ما فيش ما فيش أسرة متربطة أنا معرفش عنك حاجة ومعرفش عن وإنت ما تعرفش عن حاجة ده ضياء ده تفكك ده استغتار أنا ما كنا ما بنlait كلنا كنت تقدر تتغدى من غير بوكوا ما هو قاعد معك انتهى عملتيه النهاردة انتهى عملتيه النهاردة انتهى عملتي إيه كل واحد بيقول أنا عارفت اخوي عمل إيه وعارفت أختي عملت إيه وعارفت أبي عمل إيه ده مهم لغة الحوار اندسرت من البيوت انت بتكلم ازاي يا باستاذ الفاضل بتكلم ازاي تقول لي يا ريت لا انا مش يا ريت انا مش معا ده ولا طول ما انت قاعد والتاني قاعد نفس الحكاية والتالت قاعد وتفضل تنده عليه يقولك طيب حاضر جاي اهو وهو عينه في لا 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 يعني حضرتك شايفة التكنولوجيا هي السبب فانحضار طبعا التكنولوجيا الجديدة هي فيها ضياع فيها ضياع مميت الا بتستخدم صح الا بتستعمل عقلك الا انك تسمع الداخل بيقول ايه قبل الخارج عشان تقدر تفهم ايه اللي بيحدث وتقدر تقارن ما بين هذا وزاك في النشارات الاخبار اللي كنا بنسمعها زمان والاخبار في القنوات برغم تعدودها احنا كان عندنا قناتين الاولى والتانية في ما سبيرو احنا عايشين عالة دلوقتي على ما سبيرو في ما سبيرو زمان تفرج على الحاجات القديمة تقدر تتفرج على مسلسل كامل في اي قناة من القنوات من رابع لمستحلية انا بتكلم عن نفسي في ناس يمكن دمخها فاضية كتيرا بتقع لما انا ما اتفرج على مسلسل اقدر اخش اعمل تقلية واقدر اخد فم غسيل واقدر امسح المضمخ وبعدين اطلع الحوار هو 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 فيه حشو شرائد بتحشي فيش العادات ولا تقاليد ولا بتاع ايه يا جماعة انت بتسألنا السؤال ده يعني طبعا انت عندك كام عشرين سنة تلاتين سنة انت روح فين تروح فين وبعدين انت عشان خاطر ما اشتغلته بتشغل موزيع وهنا بعيد كل البعض وكل ما بيجي لك ضيف انت بتسمع منه لكن حاولت تقرأ كتاب حاولت تجيب رواية لأي كاتب من الكتاب تقرأها اطلاق ايه ما تقولي ايه ايه ما تقولي ايه انت بقرأ والله ولا حد مين النهار ده اللي بيقرأ ده حد تجراي ده حد تجراي بقيت بتقرأ المنشطة عند الراجل وتفتح الجرنان كده وتروح سايبهنه وماشي لا بس اقولك لا 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 استادي بس يا مده برقاء ولا عندك صخافة في المدارس ولا عندك صخافة في البيوت ولا عندك صخافة في التلفزيونات بجميع القنوات دي كلها انا اسف ليه يا مده برقاء وقلتلك وعلى فكرة انا عارفة ان كلامي ده حيتشال يتشال بس انا ما اقول حقيقة لواجه الله تعالى مش هيتشال بس حضرتك متحملة علينا شوية متحملة علي الجيل شوية انا مش متحملة ده فيه جيل مثقف ما هو؟ فيه جيل مثقف ايوه وفيه جيل ذكي ايوه وفيه جيل بيفكر حلوه وفيه جيل هو اللي هيعمل المستقبل يبقى فيه جيل مثقف ومفكر وحيعمل المستقبل بس دول ايه؟ دول ايه؟ ايه؟ اقليا مع المجموعة الكبيرة دي متقدرش تساوي دي انا عايزهم كلهم يبقوا زاء دول يعملوا ايه بقى؟ القراءة؟ القراءة والدراسة يهتموا بالدراسة الأخلاق اللي احنا نعاني منها بشكل غير طبيعي بنعاني من كمية يعني حاجات رهيبة جدا جدا على الشاب انه يتعلمها على الشاب انه يتسامح على الشاب انه يستمع للاخ على الشاب يحترم الكبير يحترم اخته الصغيرة ولما تقوله رأي ما يقولاش روحي 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 مش عارفة لا يقولات عايي انت فهمها غالب هي الحدوتة كذا كذا اذا اختلفت انا وانت بلاش كل واحد ماسك متمسك برأيه استنى عليك يومين ثلاثة زي ابو يا معلم يومين ثلاثة دور الموضوع في دماغك وبعدين تعالى نقشني يا تطلع انت الصح يا انا الصح يا اما الايام فيما بيننا هتثبت بتحكم وتثبت ان انا كنت صح او انا كنت غلط طيب لو حد من احفادك حد من احفادك قالك انه هو في الجيل في الوقت اللي احنا فيه ده ناوي انه هو يتجه للتمثيل لا ارفض تمام ليه بقى لو حضرتك مربية احفادك بنفس التربية ايوه 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 ووثق فيهم مليون في المية وفي نفس الوقت هم عندهم رسالة صح لو فيه تمثيل صح لو فيه مسرح المسرح انتهى لو فيه تليفزيون صح التليفزيون انتهى ايوه هتقول لي مسلسلات بعض المسلسلات عشان ابقى منصفة عظيمة ايه اخر مسلسل عجب حضرتك اخر مسلسل عجب حضرتك اتفرقتي عليه حسيتي انه هو حلو لا بتفرقش على ده هم نسوني التمثيل يا باب انا بتفرق دلوقتي على الهيندي بشوف السنوئيات بشوف قاع المجتمع اللي عندهم هناك والشرائح من المجتمع اللي هم بيعملوا السنوئيات واللبس والمناظر الخلابة ولي 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 بس حضرتك عملت مسلسل عايزة تجوز اه طيب ما اهو ما هو ده اكيد محتوى عجبك طب ما انا اخرى يعني انا مع البيت ده انت جبت نقطة حتتقلب عليك وحتزعل من لا اقول يعني البيت المثقفة البيت بتاعت الجامعة البيت الصغيرة البيت الحلوة البيت النغنوشة ما تجوزتش والستة الارشانة اللي زي هي اللي تجوز تخيل للعدد والتقاليد فهمت انت اللي جبته لنفسك مشان ايه ده برجاء اتجاية انت اللي جاء اصلا انا قلتلك انا صريحة جدا لا وانا معا صراحة جدا وبحب بقى ستة واضحة جدا جدا وكده انا زعلانة يعني حضرتك يا مادم رجاء في الحقيقة جدا قوية بنفس الاول اللي كنت فيها فعايزة تجوز لا طبعا لا 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 عايزة تجوز ده التمثيل احيانا بيبقى فيه شيء من المبالغة ايه علشان اوصللك المعلومة اللي انا عايز اوصلها لك انت قدر تفهمني ايه لكن في البيت بتناقش بالعقل ما بزعقش ما بضربش عمري ما ضربت عيالي بألم اخاصم ولا اخواتي بس كده حضرتك يا مادم رجاء هتخليني ها ما انا مش عارف هسألك كنت هسألك طب مين من اللي موجودين بالوقتي مثلا بيمثلوا من الشباب الصغيرين استني بس علشان شكلك هتزعقي انا فتح تموقي حسك كده احساس مين من الممثلين الشباب الصغيرين الولاد او البنات ايه عدي ها بيعجبك او حساة potential او حساة وحيات ربنا هتقوليش ما تعرفيهمش اكيد فيه ناس كويس وحيات ربنا وحيات ربنا السينما المصرية على ايام جيل كان فيه جيل عظيم جدا جدا عملت الجيل التاني الجيل التاني معرفش يعمل الجيل تالت وبالتالي من كترهم ما بعرفهمش كلهم بقوا مستنبى واحد الفرق من نص والشعر يصفر ونازل يسود ونازل واللبس معرف الشغالة من الست الهانم في شغالة لبسة زي الست الهانم المقاشات رجبين في عينيهم حرم عليك يعني عايز يا مدام رجاء ده أنا كنت بشوف مما لا شك فيه ده أنا كنت بشوف ودات حمدي الفنانة ودات حمدي وهي شغالة بلبسة بتاع المحزق برضو والقصير وكل حاجة أنا معاك بس عشان ترى ومش عارف المفتوح السدر برضو أنا معاك أنا معاك أنا معاك بش ما معاك كل قاعدة شواز أنا معاك طيب علشان على أسألك أنا بقولك كده أنا بكلمك على دلوقتي بس بتلبس القصير بس ما بتلبسوش الميكرو ما بتحطش مقاشات في عينيها ما بتحط الشعر سايب بتحط ورده عاديك شفت زينة صدق عاشت على قد ماء عاشت وماتت وهي فيه فريم معين ما بتخرجش عن نطاق ولذلك ما زالت عايشة عايشة بتتفرج عليها وتحب تتفرج عليها طب هنسألك سؤالية مادام الرجوع وتحب تتفرج عليها فاردوس محمد تحب تتفرج عليها قاله يا جميل تحب تتفرج عليها زينة بصدقي تحب تتفرج عليها روحية خالد ولو إنها مقلة إلا إنك أنا بجيب لك الأنماط اللي هي عايشة ما زالت معك لا تقدر تجيب زكير أسنم ولا تقدر تجيب محمود المليجي مع شوق الأول والأخير ولا تقدر تجيب حسين رياض زول ألف وجهة ولا تقدر تجيب شافيق نور الدين ولا تقدر تجيب عبد المنعم برايم ولا توفيق الدين ولا عمر الحريري ولا الناس دي كلها طب مدام الرجوع وهو هتقول لي مصر ولدة لأ من يوم مكسومة ماتت لغاية دلوقتي مين عندك رد علي لا فيش رينة عبد الوليد رد علي عبد الوهاب عبدالوهاب شيرين عبد الوهاب أمال مهر انغام استنى ثلاثة أهو؟ موفي أهو؟ استنى الثلاثة من الجيل الإمتة؟ من الجيل القديم؟ رد علي من الجيل النو ción من الجيل النو إلي فات ده بعد وردة وفائزة أحمد وهو وهو الاخر اللي هو الجيل الوسط بدا عدم وكلسوم وعبد الواب خلاص فين الجيل الثالث فين الجيل بقى ده بيطلع منت مش حتياش على دول مش حتياش على دول طيب علشان ده عبد المطلب لغاية يا راجل ده احنا برغم فننا ده كله بتعرف رمضان جي من رمضان جانا وفرحنابه رمضان بيخلص والله لسه بدري والله يا شهر السيام طب قد رمضان ما عندناش مطرب يقول أغنية لرمضان ولا يقول ولا بقولك ايه طب هقولك على حاجة هقولك على حاجة قول علشان احنا وصلنا للآخر قوليلي نصيحة تقوليها لنا كلنا من خلال شارع النهار لكل الناس اللي بتتفرج علينا نختم بيها الفكرة ولا حاجة انا مقدرش اقولي لحد نصيحة فيه اللي حيتقبلها وفيه اللي مش حيتقبلها وفيه اللي حيقولك دولية من الجيل القديم انا من الجيل الجديد اقرأوا اقرأوا ارجعوا للعادات والتقاليد لا بد وأن يكون هناك أخلاقة أخلاقة يعني تتصفوا بيها ده 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 اللي قدر اقوله له لكن افرض عليه رأيي لا يقولك دي من سنة سيدنا عكروت لا والله ما حد يقدر يقوله كده لا لا حيقوله كده لا الفنانة عيشة رجاء اه عيشة عيشة رجاء او رجاء حسين حسين زاكي او عيشة رجاء حسين زاكي انت شرفتيني اشكرا ونورتيني ويعني انا حابب ان انا اقولك من شرع النهار والله انت شرفتيني يا حبي انا بعتذر اذا كنت قلتلك لا ولا قلت اي حاجة مرسي انا بشكرك بالعكس فضالي يا فندم دي حاجة بسيطة مرسي دي حاجة كبيرة جدا والله دي حاجة بسيطة جدا بشكرك بشكرك بشكل غير طبيعي فضالي يا فندم حديك شرفتيني لا لا حقيقي بشكرك 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 بشكرك